أهلا وسهلا بكم من حلقة جديدة من حلقات لقاء الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة الحلقة الثانية من حلقات لقاء الأصدقاء حلقاتنا نهاردة بعنوان خلي عندك ضمير الضمير ده كلمة لها معنى كبير قوي الضمير ده كلمة كبيرة جدا وبتحتوي معاني كتير جدا طبيعي انت لازم يكون عندك ضمير في مذاكرتك وكمان لازم يكون عندك ضمير في شغلك فكل جزء من أجزاء حياتك لازم يكون عندك ضمير بس الضمير النهاردة مش هنتكلم عن أي نوع من أنواع الضمير اللي احنا لسه مكلمين فالباته احنا هنتكلم عن الضمير في اللغة العربية واللغة الإنجليزية بس الضمير النهاردة اللي احنا هنتكلم عنه لقاء أنواع كتير مختلفة سواء في اللغة العربية أو في اللغة الإنجليزية بس هي أول حاجة عايزين نقولها النهاردة أن الضمير ده كلمة بتحل محل الاسم. اي اسم بيحل مكانه ضمير. في اللغة العربية هو كلمة بتدل على الغائب او المخاطب او المتكلم. اما الضمير في اللغة الانجليزية فبيكون بقى اولو كزا شكل من اشكال. اول حاجة عندنا ضمير فاعل. وعندنا اوبجيكت بروناونز. وعندنا بوسيسف بروناونز عايزين نعرف بقى انواع الضمير كلها في اللغة العربية. الفضل حاجة بقى اشرحنا بالتفصيل. الضمير في اللغة العربية عندنا نوعين. ضمير اسمه ضمير بارز. وضمير اسمه ضمير مستطر. ايه هو الضمير البارز? اللي هو الضمير الواضح. زي ما اجا اقول انا. ده ضمير بارز. واضح قدامي هون. لكن الضمير المستطر اللي هو بيبقى مش موجود عندي في الجملة. زي ما جينا المرة اللي فات كتنة لو تفتكر لما قلنا احمد يشرب العصير. وجينا نقول مين اللي بيشرب. ها? اوعى تقولولي احمد بقى تاني. احنا قلناها ضمير مستطر تقديرك اول. يبقى الضمير عندي في اللغة العربية نوعين. ضمير بارز. ضمير مستطر. طب كلمنا بقى دلوقتي يا مستر عن انواع الضمير في اللغة الانجليزية. تمام. قبل ما نتكلم عن انواع الضمير في اللغة الانجليزية. اللغة الانجليزية عندنا تلات انواع من الناس او المتكلمين او المتحدثين. اول نوع اسمه ده بيبقى انا او احنا اي او بيبقى سواء كان مفرد او كان جامع لان يو بتمشي مفرد او جامع. والحاجة التالتة اللي هو هي او شي او زي. وانتو طبعا مستر مودة هيحكي لنا بقى عن الضمير الموجودة في اللغة الانجليزية. فضل لو مستر. زي ما قلنا. ضمير اللغة الانجليزية اربع ضمائر او اربع انواع. او اربع انواع. او بصيسيب وكمان او بصيسيب. هكلمك عن حكتين مهمين دلوقتي وبعد كده نكمل الكلام. هي ضمائر الفاعل. زي ما بتقوله كده باللغة العربية هي ضمائر تحل محل الاسم. والاسم ده بيكون في الفاعل. مكانه كفاعل للجملة. راجع كده بقى معي الحلقة اللي فاتت. يا ريت يا مستر عبدالله كل الناس راجحها. اول حلقة. اه كنا بنتكلم عن الجملة وبنقول ان الجملة مكونة من وفيرب وابجيك. طيب. ممكن والابجيكت ده يتحط مكانهم ضمائر بدل الاسم. يا مسلا قلنا. مستر مودي اكل البنانة. فمستر مودي دي ممكن اشيله وحط مكانها فاعل. هي. ممكن اشيل البنانة وحط مكانها مفعول. يبقى في اختلاف هنا. طب هي ضمائر الفاعل اي انا هي هو للعاقل المفرد. شي للمفرد المؤنف للبنت. وقت بغير عاقل المفرد. لو كانت كات او دوج او او او. وي احنا ذي هم يو انت او انتي او انتم. انا بكلمكم انتم. ركزين? ركزوا معانا. نيجي بقى لضمائر المفعول. ما بتبقاش بقى اي وهي وشي وات. لا بتبقى حاجات تانية. اي بتبقى مي. هي هم. هي هر. ات بتفضل زي ما هي ات. ووي تبقى اص. وذي ذم. ويو انت. انت. يو بتفضل زي ما هي يو. تعالا بقى مسر عبدالعال تكلمنا عن جمال وروعة الضمائر في اللغة العربية. دمائر عندنا في اللغة العربية تتكون من نوعين. ضمير اسمه ضمير بارز. وضمير اسمه ضمير مستتر. الضمير البارز زي ضمائر المخاطب. زي ضمائر الغائب. زي ضمائر المتكلم. ضمائر الغائب زي هو هي هما هم هن. ضمائر المتكلم زي انا ونحن. ونحن دي خلي بالكم. تيجي للمثنى. وتيجي للجمع. مش شرط ان انا اقول نحن للجمع بس. لا تيجي للمثنى وسيجي عندنا للجمع. وعندنا ضمائر كمان اللي هي ضمائر المخاطب اللي هي انت وانتي وانتما وانتم وانتنا. اما ضمير المستتر بيبقى ضمير مش موجود مش مكتوب عندي في الجملة. زي الجملة اللي احنا قلناها الحلقة اللی فاتت عشان تفتكروا الحلقة اللي فاتت لما جينا نقول احمد يشرب العصير. فاكر يا مستر كنا بنقول من اللي بيشرب? هو. ايوة. قلنا بيشرب هنا ضمير الفاعل ضمير مستطر تقديره هو اللي بتعود على احمد. فده ضمير عشان كده سموه مستطر. عندنا بقى الضمير البارز ده بيبقى متكون من نوعين. النوع الاولاني ضمير بارز اسمه بارز منفصل. زي الضمار اللي انا لسه قيلها من شوية بنزود عليهم بس ضمير ما حدش بياخد باله منه خالص اللي هو ايا زي عندنا كده في الفاتح فيها تحت القرآن الكريم اياك نعبد واياك نستعين. اياك دي ايا دين اياك دين اعربها ضمير منفصل مبني في محل نصر مفعول به. اما بالنسبة ليه بقية الضمائر عندي اللي هي ضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة ديت انا حطتهم على كلمتين. الكلمة الاولانية دايما مشهورة انا بحب اقولها على طول اللي هي ناهيكة. ناهيكة. ايوة. انا عم جمع فيها كل الضمار. اه. تمام? تمام. ناهيكة اللي هي النا. اسمها ناها. نركز بافل يقوله مصر عبد العيل. نركز. ها. تمام. ناهيكة. ناهيكة اللي هي بتتكون من النون الالف. ناهيكة. 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 تمام? والضمائر دي بيبقى لها شكل معين في الاعراب ان شاء الله هنشرحوا بالتفصيل في حلقة خاصة بالضمائر ان شاء الله يوم الحد اللي جاي هنزعها. كمان عندنا من ضمن الضمائر المنتصلة الكلمة التانية بقى الاولانية كانت ايه? ناهيكة. ناهيكة. التانية هتبقى اويناتن. يا ايه اويناتن دي مش لغة عربية دي. انا كل الفكرة ان انا حاطت بس الحروب جنب بعضها ان هي توصلني للضمائر دي. وعشان الطالب او المحب اللغة العربية ما ينساش حاجة زي دي. تمام. اويناتن دي عبارة عن ايه? الف اللي هنسميها الف الاثنين. و اللي هو الجماعة. اوي الياء. ياء المخاطر. ناء. ناء الفاعلين. طن. تاء الفاعل. والنون دي بتاعة نون النسق. ودين طبعا دايما او غالبا بتبقى لها اعراب معاين زي ما اتفقنا هناخده بالتفصيل في الحلقة بتاعة يوم الحد اللي جاي ان شاء الله على القناة بتاعتنا. ان شاء الله ربعين هنتكلم فاعل الضمائر بتفصيلاتها باعراباتها بكل حاجة. حلوة جميل جدا جدا. عايز بقول لك حاجة ناس كتير في لغة الانجازية بتتلغبط فيها. سمعت حاجة اسمها ماي كار مسلا. يعني ايه ماي كار? عربيتي. عربيتي. طب ماي دي يا مصر عبدالعال ايه? دي مش ضمير. ايه? في كتير جدا من الناس بيقولوا ماي وهير وهيز. والحاجات دي كلها ضمائر. لا دي مش ضمائر. دي اسمها صفات ملكية. صفات ملكية. بس في عندي حاجة اسمها ضمائر الملكي. طيب ايه هي صفات الملكية? ايه بتبقى ماي كزا. هي هيس كزا. هي هير كزا. ات اتس كزا. اه وي اول. يو يول. ذي ذر. دي اسمها صفات الملكية. ودي من اسمها صفات الملكية يعني بيجي دايما بعديها اسم. لما اقول ماي كار يبقى سياراتي او العربية بتاعتي. بقى دي صفات ملكية. طب ايه هي بقى ضمائر الملكية? ضمائر الملكية في اللغة الانجليزية هي. مين. هز. وكل احنا قلناه مزود عليهم اس. هيرز مش هير. هيرز. اوارز. يورز. وذيرز. دي ضمائر الملكية. يبقى الناس اللي تاخد بالك وتعرف ان مين و هير و اوار وحاجات دي مش ضمائر ملكية دي صفات ملكية. لكن ضمائر الملكية هي اللي احنا لسا قلنهم. طبعا بالنسبة للعرب. عندنا الضمائر كلها مبنية. وهنعرف برض مبنية دي بعد كده. دايما بتبقى ضمير مبني في محل كزا. طيب او انا هعرف الاعراب ازاي? قال لك عادي خلص. لو جيت اقول انا تلميزه النشيط. انا هنا احنا لسا قلنهم انشاء ضمير منفصل. اعرابه ايه? ضمير منفصل مبني في محل رافع مبتدأ. لانه ابتدى به جملة. تمام? طب بالنسبة للضمائر المتصلة. تقالك ضمائر المتصلة بسيطة جدا. احنا لسا قلن من شوية ناهيكة وقويناتها. تمام? بس احنا هنخلي بالنا بس من حاجة. اي ضمير يتصل بحرف جر? ضمير في محل جر اسمه جرور. اي ضمير يتصل بزرف او يتصل باسمه. ضمير مبني فيه محل جر مضاف اليه. اما الضمير اذا اتصل بشعل يبقى ليه شكلتين. يعني ايه? انا عندي دلوقتي اويناتن. لو اتصلت بالفعل. اويناتن الف مثلا زي ما اتفقنا واحدة منها انها الاف الاثنين. انا اقول اللاعبان لعباء الكرة او ركلاء الكرة. انا فيها الاف الاثنين. اما لقيت اويناتن دي متصلة بالفعل وانا مغمض عيني لها اعراض محفوظ. ضمير متصل مبني فيه محل رفع فاعل. اي اويناتن تتصل بفعل عادي يبقى ضمير مبني فيه محل رفع فاعل. اما لو اتصلت بيكانة واخوتها. تمام? اجا اقول مثلا الولدان اصبح عالمين. اصبح برضو هنا الف الاثنين. بس للاسف مش هينفع ان انا اقول ضمير مبني فيه محل رفع فاعل. ام اللي بقولها ايه? انا عارف في اللغة العربية ان اصبح يجي بعدها اسم اصبح وقبر اصبح. فيبقى ضمير متصل مبني فيه محل رفع اسم اصبح. تمام? يبقى دلوقتي اويناتن تبقى فيه محل رفع. لو اتصلت بالفعل تبقى فاعل. لو اتصلت بفعل ناقص من كانة واخوتها تبقى فيه محل رفع اسم اللي هو كانة واسم اصبح او اماء نزالة. بالنسبة بقى لناهيكة. نهيكة بتتصل بحكتين برضو. يا بتتصل بالفعل يا بتتصل بانا واخوتها. لو اتصلت بالفعل تبقى على طوله انا مغمب ضمير متصل مبني فيه محل النصب مفعول به. طبعا ما اتصلت بالفعل يبقى ضمير متصل مبني فيه محل نصب مفعول به. زي ايه? الدرس كتبه احمد. الدرس كتبه احمد. في اللحظة دي ما هقولك مين اللي كتب هتقول لي احمد? كتب ايه? هو هتقول لي الدرس هتقول لي كتبه. الهيه دي اللي بتعود على الدرس. يبقى على طول دي ضمير متصل مبني فيه محل النصب مفعول. دقة متناهية في الاعراض. لازم تتعرف كده. دقة متناهية في الاعراض. لازم تتعرف كده. عايزين بقى دلوقتي طبعا نسمع بقى من مستر مودي الجديد او الاضافات الجديدة اللي موجودة عندي في الضمار. هي فضل لنا حاجة واحدة بس. حاجة اسمها كده يعني ايه يعني ضمائر منعكسة. يعني ايه ضمائر دي ضمير. اسمه ضمير منعكس. يعني انا عملت بنفسي في الواحد. طيب ايه ضمائر منعكسة في اللغة الانجليزية? ايه بتبقى ميسل. بي. افكر كده. برافو. في واحد واي او يو آر اس اي ال اف. لو انا بكلم واحد او واحدة مفرد. بكلمها مباشرة. او او اخرها بي اي اس بدل ف. لو انا بكلم جامع. في they themselves. وفي ات اتسا. بي اسمها الضمائر المنعكسة في اللغة الانجليزية. يبهما اربع عنواع. بــــــــــــــــــــــ.. ايه دمائر الملكة. والله معلومات جميلة جدا ان اول مرة اعرف على فكرة دمائر من عكسها في المغلة الانجليزية. فشكرا لك جدا لعن معلومات. ومعلومات حضرتك برضو. انا معلومات مصر عبدالعال فيها حاجتين. جديدة بالنسبالي. وضقيقة كمان. لان في كتير من الطلبة اه دايما بيشتكي من مشكلة الاعراب. وما بيهتموش بالحطة بتاعت. اه بالحطة البسيطة دي. لو اهتميت بالحطة البسيطة دي اعتقد الاعراب هيبقى بسيط جدا وسهل جدا عليك بعد كده. خلي عندك ضمير. واعتقد كده انت عرفت كم ضماير كتير سواء في اللغة العربية او في اللغة الانجليزية. حلقتنا النهاردة خلصت. لكن لسه لقاءاتنا ما خلصتش. لسه فيه تلات لقاءات كمان. بالسانينكم فيها تكونوا معنا. في قناتين بتشتركوا فيهم. قناة مسر عبدالعالد الغام وقناة هنزاكر انجليزي. ويعملوه كمان يا مسر عبدالعالد. اه. هيعملوه كمان في القناة بتاعتنا. طبعا اكيد لازم يعملهم. ايوة. وشير. ايوة. والكمنت. كومنت. كومنت وكمان معنا. والليم. والليم. تضبع كلمات انا اقولها بالانجليزي. يعني ايه? اشترك. انا اقولها بالانجلش ومسر عبدالعالي اقولها بالعرب. اقول لعكس. تمام. انا اقول يعني. اشترك. اشترك. والكمنت يعني. يكتب تعليق. واللايك. اعمل لايك. اعمل اعجاب. تمام. وشارك. وشارك كمان زميلك وقريبك بالقنواتين بتاعتنا بحيس ان يبقى اه القناة بتنتشر. ولايك بالنسبة لنا والكمنت اللي انت بتكتبه والتعليق ده بيشجعنا احنا. وكل تعليق انت بتكتبه بناخده في الاعتبار وبنبني عليه بعد كده. نهدهم شكرا. طبعا شكرا لكم واتمنى ان هما يكونوا استمتاعوا معنا بالحلقة النهارة. يا رب. باي باي.